السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي حان شاء الله نقدموا واحد موضوع ما هي الشهور السنة التي يمكن فيها تحصين الأراني كما كان عرفوه بالنسبة للمبتدئين كل شيء يخاف من هذه القضية تحصين يعني من كيسمع تحصين كيقول باللي راكين شي حاجة ما هو التحصين ديال العام كامل شنه هو الأمراض شنه هما بالنسبة للتحصين راك ساهل ماهل يعني بالنسبة للطريقة ديالتربية ديالاني بالواحد ما يخافش يعني كل مبتدئ أنا كننصح كل مبتدئ أنه يتبعد فيديويات في هذه القناة أو في قنوات أخرى ويشوف شنه هو التحصين تحصين عموما راكين جوج ديال انواع ديالتحصين التحصين ضد التسمم الدموي والتحصين ضد التسمم معاوي التسمم الدموي هو الشائع يعني هو اللي كي يمرضو به الأرنب بزاف يعني مني كيموت الأرنب اللي يحفظ كي يسيلو دي دم من نيفو أما بالنسبة للتسمم معاوي هذاك معروف كي يقولي كي يكون عندو الأرنب يعني كي بقي يجري في واحد جهة كأنه خائف من شيء ما وتكيطيح يعني قدام كيطيح كي النوع أخر كي يسيلو الماء من اللور دياله إذا كنهو الأنواع ديالتحصين واسموهما الشهور اللي ممكن أننا نحصنه فيها كين ثلاثة ديال الشهور اللي هي اللي كي يكون فيها الأمراض أي موربي ديالآراني يكون على بال بهذا القضية ديال الشهور اللي كيكون فيها الأمراض إذن أول شهر هو شهر ثلاثة تابعوا شهر ستة وتابعوا شهر تسعة إذن عقلوا معي إخوان كانت شهر ثلاثة وستة وتسعة هادو كيكون فيهم الأمراض بزاف و أغلبية كيكون فيهم الأمراض ديت تسمم الدموي يعني هذاك شي كيكون يعني في الجو ما يمكنش إحنايا قادية ديت تنظيف أو نقول له جاراب أو إلا هادو ولا كوكسيديا يعني كوكسيديا أو الكروولسيديا إلا هادوك شي كول شي أمراض هادوك تجي في الحين يعني من أخطاء ديت المربي أما بالنسبة هاد الشهر ديت شهر ثلاثة وشهر ستة وشهر تسعة هادوك تجي فيهم واحد الأمراض يعني فيروسية ما يمكنش إحنايا نشوفوها بالعين أو نكونو إحنايا اللي خطأنا باش باش درنا هادك 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 المراض لا بالنسبة الأسماء دي الأدوية معروفة يعني كيني بخافاك كيني بخافاك هو إبرة دير التسمم الدموي كتضرب فوق العنقرة يعني كتجبد للحم وكتضربها تحت الجلد يعني فوق العنقرة يعني فوق العنقرة كيني التسمم الدموي وهذا كيني التسمم معاوي الناس اللي بغوا يضربو ليبرة كيني تسميتها سيفافاكس سيفافاكس الناس اللي بغوا يديرو السيرو سوا رخيص في الثمان رادي ما كان هادر عليه هبا غينول هادر عادو ولا متاح في الصيدريات وراقول شي للمربين سعملو وراه داير بحالو بحال TPS TMP-S TMP-S هاداك دوا يعني مني كتشوفو الأراني بديركم بدوي مرضو من الكرش ديالهم الناس اللي كيعطيهو الأشياء الخضراء كتديرو هاداك TMP-S أما للتحصين هبا غينول هبا غينول كتبدأ ب-H هبا غينول الناس اللي محترفين راك يديرو هادا الأدوية الناس المتدئين ما يخافوش يقولوا بلا راك كينشي أنواع أخرى من الأدوية ولا راها دوهم والأدوية المتاحة اللي كينة في الصوق يعني بالنسبة في المغرب هادا أول الأدوية اللي كينين بالنسبة للمصريين أو سوريا أو الخاليج يقدر يكون عندهم أدوية أخرى ولكن نفس نفس تركيب ومعاد بالنسبة للمصريين عندهم القادية ديال ماشي أدوية وإنما الأشياء ديال الخصوبة يعني معادن حال ثنائي فوسفات السوديوم ثنائي فوسفات الكالسيوم هادو بالنسبة للخصوبة اللي كتكون هي داخلة في المكونات ديال السيكاليم ما تنسوش قلنا أن شهر ثلاثة قرب يعني فبالنسبة للإبرة ديال كيوني بخافاك راه مني كتتضرب كتبقى خمستاشر يوم خمستاشر يوم عاد كتشد عاد كيبان الفعالية دياله يعني الناس اللي ما ضربوها في شهر ثلاثة سنو تشهر ثلاثة وعاد ضربوها راه خاصة تكون في شهر جوج نص دياله باش بحرات تشد في شهر ثلاثة ان شهر ثلاثة ركي يوقع هاد النواع ديال ديال الامراض ديال تسمم الدموي وكذلك تسمم المعاوي تسمم معاوي حاولوا انكم خلف بحال هادي صاف يديروا لها تسمم معاوي ممكن انكم مره مره تعطيهم اشياء خضراء قوشور اني بالخضرات شوية بالخضر شوية ديال نباتة الخضراء هاي باغينول وهالقاضيات تكون مزيانة ان شاء الله اذا هدا هو الحلقة ديال هاد نهار يعني الشهور التي تكون فيها الامراض بالنسبة الارانيب شهر ثلاثة وستة وتسعة شهر ثلاثة وستة وتسعة حذيو حسنوا الارانيب ديالكم باش مني يكون عندكم كثرة الولادة الانتاج ماشي تخليوا تال واحد الوقت انتم تبقاوا غافلين وتقولوا باللي ران القادية مزيانة وتال وذلك الوقت ويقا يموتوا لكم حسنوا من دابة باش في هذك الوقت ما يموتوا الارانيب ديالكم وتستفدوا منهم يكبروا بوحط طريقة جيدة وتستفدوا منهم كلحوم وكبيع المهم يعني تحسوا برأسكم انكم كتربيوا وانانب وكتستفدوا منهم ديال الحلقة ديالنا هي راحة سهلات الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جيم ما تنسون بزر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله